بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم اذا كاترة في الموديول الجديد الخاص الكارديو باسكولور وطبيعي ان احنا نبدأه بالكبير بتاع الموضوع الهارت وغلافه زي طبعا من شايفين بقى القلب بتاع الفالنتاين ده مش هو نفسه الهارت اللي موجود عندنا انت حتتصدم بالصورة الحقيقية للهارت اللي انت طول حياتك شايفه بالمنظر ده وحتشوفه دلوقتي بمنظر مختلف تماما هنبدأ الاول بغلاف الهارت اللي هو بيري كارديام احنا في اللاتيني كارديا يعني هارت وننسيب له كده زي ما اقول عضلة القلب يبقى مايو كارديام حاجة حوالين القلب تبقى بيري كارديام بطانة جوه القلب تبقى يندو كارديام وهكاس فاحنا هناخد الغلاف اللي بيغلف الهارت من الخارج اللي اسمه غشاء التامور بالعربي او بيري كارديام ايه تعريفه قبل ما نوصل لتعريفه افتكر معي حاجة كده كانت متغلفة بكيس شفاف بيمنع الاحتكاك اسمه الغلاف البلوري ويوم ما شرحنا قلنا للشباب ان ربنا خلقوا من طبقتين طبقة لزقة في الرئة وطبقة مسكة في الضلوع او في الديافرام او في القلب حسب اسمها وحسب مكانها وبين الطبقتين في طبقة كان بيسهل حركة الطبقتين علشان الرئة ما تحتكش بالضلوع وما تحتكش بالديافرام وما تحتكش بالهارت وهكذا هنيجي المرة دي عند الهارت هنلاقي ان ربنا زود على الطبقتين دول طبقة تالتة يعني الهارت موجود جوه غلافين مش غلاف واحد زي ما حصل في على سبيل المسال وزي ما هتشوفه في الابدمن في البطن بعد كده في غلاف البريتونيوم هتلاقي القلب مغلف بكيسين مش بكيس واحد بكيسين واحد خارجي واحد داخلي الاوتر اللي انت شايفه في الصورة ده شايفين في كيس انا شايفه ابيض هم غل في القلب كله من برة ولما فتحناه لقينا في حاجة بتلمع جوه اللامعة الداخلية دي هي الكيس الشفاف اللي اسمه سيرس ساك اللي حنقولها دلوقتي سيرس بريكارديوم انما الملاحظ في الهارت حاجة مش موجودة في اللانج ولا في الابدومين ان في كيس فايبرس مغل في السيرس بريكارديوم يعني بدلا ما اقول سيرس ساك زي ما كنت بقولها في اللانج وزي ما حنقولها في الابدومين ان شاء الله لا حتقول لي ايه فايبروس سيرس ساك في جزء فايبرس وفي جزء سيرس للبريكارديوم ايه هدف الفايبرس ساك وش معنى ربنا حطط على الهارت دونا عن بقية الارجنس اللي ورد انها تحتك في جيرانها هو الوحيد اللي حطط له فوق السيرس ساك مانعت الاحتكاك فايبرس ساك هتعرف بعد شوية ان الفايبرس ساك دي بتساعد في تسبيت الهارت في مكانه لان القلب في حالة انقباض وانبساط دائم طول العمر وانت بتغير وضع جسمك وبتنام على جنبك اليمين وبتنام على جنبك الشمال وبتوطي تسجد في الصلاة وبتقوم تفرد القلب وارد انو يتغير في كل الاوضاع دي من اهم اساليب تسبيت القلب في مكانه هو الفايبرس شيس اللي اسمه فايبرس بريكارديام اللي هنتكلم عليه اذا عشان افتح كلامي ايه تعريف البريكارديام تعريف البريكارديام هو فايبروس سيرس ساك مغلفة الهارت اتذى فايبروس سيرس ساك ذات انكلوزز زهارت ده في الصورة كده هتلاقيه واحد شكل مخروطي يعني ايه لي قمة مدببة فوق ولي قعدة عريضة تحت زي صورة الدانانير القديمة كده ديقة من فوق واسعة من تحت فيبقى له ايبكس فوق ويبقى له بيز من تحت ده اقفل ايبكس وده اقفل بيز هتلاقيهم ملتحيمين في الاعضاء المجاورة يعني هنقول بعد شوية ان البيز اللي تحت ده فيوزد مع الوطر المركزي للحجاب الحاجز الايبكس اللي فوق ده لاحم في الطبقة الخارجية للقوعية الضخمة اللي دخلق وخرجها من القلب اللي هم الوريد الاجوف العلوي سوبيريورو فيناكيفا والاسندينج اورطة والبالموناري ترانك التلاتة دول الفايبرس بريكارديام لازق فيهم اذا هتضيف لي في التعريف انه مش بس بيغلي في الهارت بيغلي في الهارت والروتس اوب ذا جريت فيسلس الانترينج او ليفنج دهارت وتضيف في البداية ان شكله مخروطي يبقى ايه تعريفك للبريكارديام هو الكونيكل فايبروسيراس ساك ذات انكلوزز ذا هارت ان ذا روتس اوب ذا جريت فيسلس ذات ارايز فروم ات او اند انتو ات سواء الفيسل طالع من القلب زي الاورطة او داخل الى القلب زي دول حيغلفوا بالفايبروس بريكارديام وستيراس بريكارديام ندخل بعد كده نوري الشباب المعلومة دية التاني ان احنا دلوقتي فتحنا لكم الساكل اللي انت كنت شايفها مقفولة من شوية لقيتها فوق مسكة في كم حاجة مسكة في منتصف السوبيليورفيناكيفا وفي اعلى حتة في الاسسندينج اورطة وفي اعلى حتة في البالموناري التلاتة اوعية دول اسمهم الوريد الاجوى في العلوي السوبيليورفيناكيفا الاورطة الصاعد السندينج اورطة والشريان الرئوي ستلاحظ ان البريكارديام لازق فيهم كلهم وتحت في المنطقة دية هنلاقيه لازق في الانفيريورفيناكيفا وفي السنترال تندون بتاع الديافران اذا البريكارديام اسندينج اورطة وتحت هشوف في فيوجن من الفايبروس تريكارديام مع السنترال تندون طيب عشان نتفق على مكان البريكارديام موجود فين او موجود فين هفكر الشباب بايه هي الميديا ستاينام احنا اتفقنا زمان ان الميديا ستاينام هي كل ما بين الريت لانج والليفت لانج اي حاجة قدامها عبمة الاستيرنام وراها البرتبرال كولم بتاع السوركس وعلي منها بتاع رايت لانج وعلى شمالها وفوقي سوراتك وتحتي سوراتك حسب الصورة ديي قدمي كل اللي عبمة استيرنام هي وكل تحت السوراتك ي tweets ورايا وهد السوراتك Wij اللي هو الدايافران يبقى المكان اللي قدامه الاستيرنام وراه السوراتك وتحت الدايافرام وفوق الفيرستريب هو المكان اللي اسمه ميديا ستاين خد خط وهمي من الانجل اللي بتتقابل عندها المانوبريام مع البودي وارجع به لحد ما تلمس الدسك اللي بين رابع وخامس سوراسيك فوق هذا الخط الوهمي هتقول سوبيليور ميدياستاينام تحته لحد الديافرام هتقول انفيريور ميدياستاينام. اهم ما في الانفيريور ميدياستاينام هو الهارت داخل البريكارديام زي ما تشايف في الصورة دي. ادي الهارت و ادي البريكارديام. من عند الانجل الهارت نفسه بالبريكارديام تحت في الانفيريور ميدياستاينام. وحنقسم به الانفيريور ميدياستاينام الى انتيريور وميدل و بوستيريور. انتيريور ميدياستاينام هي لقدام الهارت والبريكارديام لحد عضمة الستيرنام. بوستيريور ميدياستاينام هي الورا الهارت والبريكارديام لحد الفرتبرا الكولم. انما الانفيريور ميدياستاينام نفسها هي الهارت والبريكارديام. اذا الشباب هيقولوا ان البريكارديام يقع في الميدل ميدياستاينم. يمتد من الستيرنال انجلي فلويس فوق الى اوبر سيرفيس اف ديافرام تحت. ويمتد من عضنة الستيرنم البادي اف دي ستيرنم انفروند لحد الميدل فور سوراسيك فرتبري بهايند اللي هي تفايف و سيكس و سيفن و ايت. يبقى مرة تانية ممتدا من البلين اف ستيرنال انجلي فلويس اباف الى السنترال تندرن اف ديافرام بلو سوراسيك فرتبري بهايند. الشباب لو عدوا من عند ستيرنال انجلي فلويس يبقى تاني كوستال كارتليج. ديبقى لبعده. تالت كوستال كارتليج. الرابع والخامس والسادس. هو فعلا من تاني الى سادس كوستال كارتليج هيكون قدابه. وخامس وسادس وسابع وتامن سوراسي كفرتبري هيكونوا وراء. في الصورة دي انا بعيد للشباب لو انا واخدين هوريزونتال سيكشن في السوركس. هتشوف ان الهارت والبريكارديم اللي واخدين اللون السماوي ده هم الميدل ومن قدامهم لحد الستيرنم انتريور ميدياستاينم. ومن وراهم لحد البرتبرال كولم بوستيريور ميديا ستاينم. تعالوا بقى. احنا اتفقنا في اول المحاضرة انه ربنا خالق البريكارديم مش ساك واحدة. هو خالق البلورا ساك واحدة وخالق البريتونيوم في البطن ساك واحد. انما خالق البريكارديم ساك لانه فيه هدف للساك الخارجي. اللي هي الفايبرا الساك. اللي هي تمنع الهارت. وحتسبك الهارت في مكانه زي ما اتفقنا مع السنترال تنورف دايفرام ومع الستيرنم. يبقى ازا هو مكون من اوتر فايبراس لير. اوتر فايبراس ساك اللي حنقول عليها فايبراس بريكارديم. وانر سيرس ساك اللي هي حنقول عليها سيرس بريكارديم. وفي الصورة دي ادي الاوتر فايبراس ساك وفي جوة ساك تانية زي كسي النيلون لا يمكنني فى للق transactions ساك هو يتكون من اوتر اسمه وهنر سيرس بريكارديم وانر سيرس ساك اسماه سيرس بريكارديم بينيين فى الصورة دي وبينين قوي فى الصورة دي ادي الاوتر فايبراس ساك ودى الانر سيرس والكافتلتاح السود دهو. تعالوا بقى نمسك� لواحده بلنسبة لواحده. بالنسبة هنتكلم عنه من حيس ايه؟ شكله والستركشور بتاعه والاتتاشمنتز والريلاشنز. خلينا الاول نخلص من الاستركشور. احنا لما بنتح سدر بني ادم ما بنشوفش الهارت بالمنظر اللي انتم شايفينه ده يعني ما بشوفش العضلات والتشيمبرس والفيسلس. بلاقي كله متغطي بكيس ابيض زي ما انت شايف كده اسمه فايبرس بريكارديان. الكيس اللي انت شايفه ده كونيكال انشيب. ليه تباين معتهم? لانه كله اللي هي دينس كولاجينس فايبرس. الوايت فايبرس. اللي هو الكولاجينس فايبرس. واحنا عارفين ان الكولاجينس في الهيستولوجيا لها موجة مموجة. اذا اتفردت امواجها ما بيحصلهاش وده واحدة من الشغلانات اللي بيخدمني فيها الفايبرس بريكارديان. انه هيمنع. هيسمح له بالسيستول والدياسبيول. بس في حدود لتمدد القلب حتى لو فيه كارديوميجالي. في الكارديوميجالي او في تضخم القلب. احنا بنكون فردنا الامواج اقصى فردة. متاحة فيها. من حيث اتفقنا ان هو مخروطي الشكل. ليه باس تحت وليه فوق. وليه اربع سطوح فتحين على بعض. بس احنا هنفصلوا عن بعض للوصف. قدام ناحية الاسترنب. وليه وورا ناحية العمود الفقري. وليه على اليمين وليه على الشمال. يبقى هو امامي وخلفي ويمين وشمال. خلينا الاول نخلص في دي من الاتاتشمنت وبعد كده نتفق في الريليشنز. نقول الايبكس اتاتشت فين? والبيز اتاتشت فين? والانتيريور سيرفز اتاتشت فين? البستيريور سيرفز مرؤوش وراه ان ما مش مسك في حاجة. الايبكس لو طلعت معا فوق هيلحم في الطابقة الخارجية. الاوتر كوت. بتاعت سوبيليور فيناكيفا والاسسندينج اورطة والبالموناري ترانك. ادي سوبيليور فيناكيفا ومستخب وراة ثاي مسجلان دي دي الاسسندينج اورطة والبالموناري ترانك. هتلاقي ان الايبكس بتاع الفيبرس بريكارديان بيلحم في الطبقة الخارجية للتلاتة فيسلس. بتوعي الهيستولوجي بيقولوا الطبقة الخارجية تيونيكا ادفينتيشيا. اه هو الفايبراس بريكارديا ماسك في تيونيكا ادفينتيشيا بتاعت الجريت فيسلس لاباب دهارت. يبيتس بلين سويس بيلتحم معه. الاوتر كوتس. اصدق تيونيكا ادفينتيشيا. بتاعت السوبيلور فيناكيفا والاسسنينج اورطة والبالموني ترانك. وهذا الالتحام بيحدث على مستوى سترنال انجل فلويس. لو رجعت الشباب للصورة دي. قادي لسترنال انجل. وفعلا فايبراس بريكارديا ملاحم في الرؤد بتاع واحد من زي السنينج اورطة او بالموني ترانك. طيب. والبيز لاحم تحت في السنترال تندن اوف ديافران. يلحم في سنترال تندن اوف ديافران. وده واحد من اهم الفاكتورس اللي بتثبت البريكارديا في مكانه. طب وبالنسبة الانتيريور سيرفس. مفروض في النقطة اللي انا بشاور فيها دي. وفي النقطة دي فيه رباطين. واحد سوبيليور واحد انفيريور. ربطينك بمين قدام? قدام الصورة دي على طول. موجود. شايف هنا? بتاع البادي مفروض ان فيه رباط بيمتد من هنا لهنا. وفيه رباط بيمتد من هنا لهنا. اسمهم سوبيليور وانفيريور. دي ما انا هاسأل الشباب فيه كم تثبيتة لحد دلوقتي للبريكارديا. فيه تثبيتة من في بتاعت الجريد وفيه تثبيتة من البيز في السنترال تندن اوف ديافران. وفيه تثبيتة في الانتيريور سيرفز شبكة في البستيريور سيرفز بتاع الاستيرنام اللي هما السوبيليور والانفيريور ستيرنو بريكارديا اللي مسكين في الانتيريور سيرفز اوف بريكارديا وبستيريور سيرفز اوف بادي اوف زاستيرنام. تعالوا بقى نمسك الريليشنز بتاعت السيرفزز بتاعت الفايبرس بريكارديا ودي مهمة جدا. الاول انتيريور سيرفز نخلص من السطح الاقداماني ده. الانتيريور سيرفس هيبقى ريليتد لايه? قدامه على طول والله حسب ما انا شفت في الصورة اللي فاتت. قدام الانتيريور سيرفس. اللي هو كان شابك فيه بالسوبيلير والانفيرير ستيرنو بريكارديا اللي جمتز. طب ومين تاني? عد معايا كده. تاني وتالت ورابع وخامس وسادس. يبقى الشباب حيقولوا لي فيه ايه موجود قدام الانتيريور سيرفس. البادي اوب دا ستيرنم والسكند تو سيكس كوستال كارتش. في الصورة دي بقى فرانك نيتر اللي رسم الصورة جايب لي دبوسين يمين ودبوسين شمال رافع بيهم الرئة لبعيد شوية. ليه? هو الاوساب الدبابيس دي السطح ده والسطح ده في الرئاتين هيغطوا البيريكارديام والهارت. الناس فاكرة سطح اللانج اللي بيبص على الهارت اسمه ميدياستاينال سيرفس اف دا لانج. يبقى الميدياستاينال سيرفس بتاع الرايت لانج والميدياستاينال سيرفس بتاع اللانج. ومعهم اللي عليهم اللي اسمها ميدياستاينال بلورا. كل دول مغطيين الانتيريور سيرفس بتاع البريكارديام. يبقى صح. ميدياستاينال سيرفسيس وانتيريور بوردر بتوع التولانج وبلوري. ادي الانتيريور بوردر بتاع اللانج دي. وادي الانتيريور بوردر بتاع اللانج التانية. اللانج والبلورا مغطيين السطح ده. الا في المنطقة اللي الشباب فاكرينها اللي فيها الكاردياك نوتش في يقوله المنطقة العارية للبريكارديام. شوف كده اللي هنا دول. اللي احنا شايفينهم دول ايه? انا هنا شايف ادي الهارت اهو. وطبعا كان عليه كيس او يد اسمه الدي كارديام. واده الليفت لانج. واده الريت لانج. بص بقى كده. انا دلوقتي ايدي دخلة بين والهارت. يبقى انا كده صعوبة يماشي على انهي. ميديا ستاينا وهنا اهو. احنا في الاتنين دول مغطيين على الهارت والبريكارديام. الا في المنطقة دي. يقولوا على المنطقة دي. المنطقة العارية للبريكارديام. دي موجودة فين? الناس فاكرة ان الكاردياك نوتش في اللي فتلانج. تبدأ عند كوستال كارتليج. يبقى هنا بعد كده كوستال الكارتليج. في الفورس والفيفس انتركوستال سبيس. جنب الستيرنا مع الشمال الهارت والبريكارديام. اللي هي كاردياك نوتش. هنا اقدر ادخل بابرة في الهارت وفي البريكارديام. واحقن ادرينالين مثلا في الهارت. او اسحب دم او فليود متجمع حوالين الهارت في البريكارديام. من غير ما اجرح الانج والبلورا. لو انا في رابع او خامس انتركوستال سبيس. دي بقى هرجع للشباب تاني ونقول احنا متغطيين من قدام بالميديا ساينال سيرفس والانتليور بوردر بتاع اللانجس والبلوري الا عند الستيرنا الانس ناحية الستيرنا في الليفت فورس ان فيفس انتركوستال سبيس هنا اللي هي في المنطقة دي تقريبا وحبارها لكم في الصورة تانية بعد شوية. طب بتاعت الريت سيرفس والليفت سيرفس بتوع الفيبرس بريكارديام. والله في الصورة دي باين كم حاجة. عصب اصفر وشوريان هو وريد ازرق واحمر. وبعد كده كيس ابيض واللانج. اربع حاجات. وهم هم اللي هيتعادوا من ناحية التانية. تعال نشوف كده في الرايت سيرفس. مين العصب اللي نازل من الرقبة? وهيعدي ورا البريكيوسي فالك فين. ويكمل علي مين الهارت لحد ما يوصل للديافرام. ويبقى النحية التانية. وجنب منهم فيسلس بيسابلاي البريكارديام زي ما انت شايف. والبلورة والديافرام. فيقولوا بريكارديو فرينيك فيسلس. بريكارديو فرينيك فيسلس. على يمين البريكارديام. وليفت بريكارديو فرينيك فيسلس على شمال البريكارديام. طب وبعده. ميديا ستاينا البلورة بتاعت الريت لانج. وميديا ستاينا البلورة بتاعت الريت لانج. وميديا ستاينا السيرفس بتاع الريت لانج. وميديا ستاينا السيرفس بتاع الريت لانج. كده احنا قلنا بتاعت الفايبرس بريكارديام. فاضل بس ايه ورا منه? البستيريور سيرفس بتاعه وريليتد لكم حاجة. الصورة دي هي الصورة اللي فاتت. هي هي. بس احنا عملنا ايه? انا هشيل للشباب العشان اشوف في ايه ورا الهارت والبريكاردين. في الصورة دي لما شلت الهارت والبريكاردين لقيت كم حاجة. الرايت وليفت وليفت برونكاي. وبعد كده اكبر وعاء ده ما هو فيك جسمه كله. والقص يجسه عليه الشبكة السمباساوية والبرا سمباساوية بتاعته. وبعد كده اكبر وريد في السوركس اللي هو الازايجوس فين اللي ملوش اخه. وبين الازايجوس فين وبقين في انبوبة خضرة هي اكبر واطول وعاقل مفاوى في الجسم اللي هي سوراتيك داكت. ازن ايه اللي موجود والفايبروس بريكارديا. والاصوفيجس والثوراتيك داكت والدسيندينك والورتك ورى منهم الفقرة الخامسة والستة والسبعة والتمنة اللي هما الميل الفور سوراتيك ديبري. هيا دي الحاجات اللي موجودة وراء البريكارديم اللي ثم الحاجات اللي في البستيريور ميدياستاينام. الحاجات اللي في البستيريور ميدياستاينام وراء القلب. مينلي ديسسننج اورطة. واوسوفيجاس بالاوسوفيجيال بليكسس اللي عليها. والسولاتيج داكت. والأزايجوز فيل. وورا مين هم وفوق ده كله. اما نيجي نشرح الهارت يا شباب. هيبقوا هما نفس الهارت. بس هتشيلولي من الحساب مع الهارت. ليه? لان الهارت اوطس بيس عن البريكارديام. انت لو رجعت في الصور اللي فاتت. هتلاقييني بقولك. اطلع فوق. هتلاقي الفايبراس بريكارديام ما خلصش مع حدود القلب. حدود القلبة هي. لا. فايبراس بريكارديام كمل لحد النص السوبيرو الفيلاكيفا. واخر الاسسننج اورطة. واخر البالموناري ترانك. هنا في سبيس اللي هو تاني انتركوستال سبيس. انما القلب يبدأ من ثالث انتركوستال سبيس الى سادس انتركوستال سبيس. يمام? جميل. تعالوا بقى. نختم بالفايبراس بريكارديام. ايه وظائف الفايبراس بريكارديام? احنا قلنا انه مخلوق من دنس فايبراس تيش اللي هو الكولاجين فايبراس. والكولاجين فايبراس نونستريتش بل. يعني بتتفرد اه بس ما بتتمطش. هم مموجين. الموجة تتفرد بس ما يتمطش. فيقول لك كونه لزق تحت في السنترال تندنوف ده يا فرام. وكونه لزق قدام في الاستيرنم بسوبيريور وانفيريور وكونه ماسك فوق في الروتز بتاعت ودول ليهم اساليب ميسبتهم فوق. يبقى كل ده بيسعر على تثبيت الهرط في مكانه. يبقى هو اللي بيسبت وضع القلب في مكانه خلال وخلال اتتش متل الديافرام بالسنترال تندنوف ديافرام. وكونه يبقى بيريزيست في حالة الكارديوميجالي اللي بتيجي قبل يبقى بيقاوم مساحة ينتهي عندها. هو اللي بيحكم بتاع الهرط. وهو اللي بيحكم عملية الكارديوميجالي يعني حد معين. دي حاجة ظريفة قوي. هتلاقيه فوق ماسك فين? ماسك في نهاية البالمونريترانك وفي نهاية الاسنلينج او ورطة. الفيسل دي خرجة من كلهم عضل. لو انقباضة كانت قوية تقفل مخرج الفيسل نفسه. الا ان ربنا بمسك الفيبرست بريكارديام حواليه من كل الجهات ومسكه تحت في الديافرام. كأنك عامل كيس كده ومسك فوقه في المصورة. اللي هيحاول يقفل المصورة دي من جوه. الكيس اللي براه هيمنع انغلاقها. فيقول لك اتكيبس the orifices of the great vessels widely opened during cardiac contractions. السيستول نفسه يقفل الاسنلينج او ورطة ونفسه يقفل البالمونريترانك واكيد يعني هيقفل السبيريور في ناكيبة. انما دول هيفضلوا مفتوحين غصبا عن عين الفينتريكلز لان الكيس القوي اللي براه ماسك في البيسل دي من كل الجهات وماسك تحت في الديافرام. واخد بالك طبعا ان شاء الله الديافرام ده مش ثابت في مكانه. ده مع النفس بينزل ومع الزفير بيطلع. فكون يبشد القلب كده الكيس ده لما بيطول بيفتح الفيسلسة اكتر. يعني لما بتموت الكيس ده لتحت الحاجات اللي ماسك فيها من فوق بتوسع. يعني بيخلي بتاعت البالمونريترانك والاسنجا قولتها مفتوحة حتى يجي بقى التاني اللي هو سيراس بيريكارديان. تمام زي البلورا. هيبقى بسرة الليرو. بريت الليرو بين الكابتة. لعنى كان ودخلها الهارت. الساك كانت كده. اهي. ادي الساك اهي. والهارت ده هو. ده كان فروم بيهايند. هتغلف بيها بالشكل ده هو. هتلاعيني بقى بغلف الهارت كله الا من ظهره. لان القلب دخل في الساك اهو. القلب جه من وره ومن فوق. ودخل في ساك كانت موجودة قدامه. هيتغلف من كل الجهات. اللي في حتة هتبقى متعرية في ظهره كده. تقولك ان القلب ده دخل فعلا في الساك من وره. فيبقى زي ما تشايف الصورة. الصورة اللي عندنا اهي. الهارت دخل الساك من فوق مش من تحت. شكده هيحصل عند بتاعت الجريد فيسلس التلاتة. هناك البرايتة اللير والفسرال حيكمله مع بعض. زي ما شايف ايد الراجل ده دخلت الساك من فوق. القلب دخل الساك من فوق تيبي كلب المنظر ده. ومن بيهاين. عشكده هتلاقي القلب من قدامه من الجلب وغلف تماما. من وره في اماكن عريانة في ظهر القلب. اهو يبقى الدخول كان من الخلف. يبقى هو كان سير الساك وبقت من وره ومن فوق. الكلام ده حصل. فاصبح في النهاية مكون من طبقة وطبقة يعني ايه بوتنشيال اتفقنا? موجود ومش هتشوفه. زي ما يبقى كيس نيلون لسه الشريك دي خالص. وطبقاته لازقه في بعض. ولازم انت اللي تفرقوا بايلة كده عشان تأكد ان فيه كابيتي جوه. يبقى ده زي ما تجيب شريحتين ازاز وتحط بينهم نقطة بلازمة في لزقه في كابيتي بس الشريحتين مش مبينينه. اهو ده المقصول بكلمة بوتنشيال سبيس او بوتنشيال كافتي. ايه بقى اللير بتاعت ستيراس بريكارديام? طبعا هيرسم انتفقين ان هو فيسرال لير وباريتال لير. الصورة دي جاي بقى ايه? شايف الصورة? احنا باخدين مربع من الحتة دي. انت شايل لحتة من البالموناري ترانك وجنب منه البريكارديام بالطبقتين بتوعه الستيراس اهو والكابيتي اللون النبيتي اللي ماشي جوه ده. هكبر لك الصورة برا. يبقى دي الروض بتاع البالموناري ترانك. ودي برا. ودي بطبقتين وبالكابيتي اللي فيه. ودي سطح القلب وبطانة القلب. تعال بقى نتفق هو كم طبقة ستيراس بريكارديام? اوتر لير وينر لير وبينهم بوتينشيال سبيس. الاوتر لير بريتال سيراس بريكارديام. الاينر لير فيسرال سيراس بريكارديام. شو بقى السهمة بيكمل مع بعضه فين? عند الروض بتاع البالموناري ترانك. لو تحب توصف لي كلمة عن الاوتر سيراس لير. هتقول لي هي الاوتر لير التي تبطن. اينر سيرفس وفايبرس بريكاردي. ولو عايز توصف اللي جوه. اللي هي الفيسرال لير. طبقا هي الاينر لير اللي بتغطي سطح القلب. وفي ناس تعتبرها ايبي كارديام قياسا على ان البطانة اندو كارديام. يبقى هو الايبي كارديام. يبقى تاني يا شباب. الفيسرال لير هي الاينر لير اللي فيرملي ادهر انت اللي لازقى بعنف في الاوتر سيرفس وفزهرت واحنا بنسميها على سطح القلب. طبقا هي الاوتر لير اللي فيرملي ادهر انت للانر سيرفس وفايبرس بريكارديام. يبقى طبق لازقى في الانر سيرفس وفايبرس بريكارديام. وطبق لازقى في الاوتر سيرفس بتاع مايو كارديام. عضلة القلب. والتو ليرس كونتينيوس وز ايش ازر امتى? عند الروتز بتاعت جريت بلود فيسل زي مسلا الاسنينج اوورطة البلموناري ترانك. الكابت اللي بين الاتنين كابتي وهمي. اسمه بيري كارديال كابتي. هو اللي بين الفيسرال. ده ايه اللي موجود في ثين فيلم في سيرفس فيلود زي اللي في البلورا وفي البريطونيام في البار. ثين فيلم في سيرفس فيلود. وظيفته يسهل حركات القلب. شكده الامراض اللي بتعمل حاجة اسمها بيري كارديام. ده بيبقى فيبريناس انفلاميشن زي ما هتعرفوا بعدي. واي فيبريناس انفلاميشن بيهيل بفايبروزيس. الفايبروزيس هيلزق الطبقتين دول في بعض عبر الكافيتي. فاصبح حركة القلب في السستول والداستول مقيدة في بعض الاماكن. وده يعمل كأن حد بيغز حاجة بابرة في سيدرو اللي هما طبقتين بريكارديام لازقين في بعض. وتقدر بالسماعة في المكان ده تسمع صوت زي لوحين صنفرة بيحكه في بعض. حاجة اسمها فريكشن راب. فريكشن راب. بريكارديال راب. معنا ان المنطقة دي. البريكارديام لازقين في بعض. زي مسلا ما بيحصل في مرض الحمى روماتيزمية او روماتيك فيدر. الصورة دي انا بعيد الشباب فيها اللي حصل. احنا اخذنا حتة من المايوكارديام. وبنورد بقى البريكارديام بطبقاته. ادي المايوكارديام. ويبقى الطبقة الدهنية اللي مغطيها المايوكارديام برا دي سبك منها دلوقتي. وادي طبقتين استيراس بريكارديام. واوتر وبينهم هي البريكارديا الكافيتي والفايبرس بريكارديام على السطح من برا. انا بالمناسبة يا ولاد. احنا لما بمسطح صدر بني ادم ما بنشوفش الهارت بالمنظر اللي انت شايفه ده. بيبقى عليه كله طبقة دهن صفرة. يعني كل ده بيبقى مغلق بدهن اصفر. الدهن ده ايه واحد يفتكل من جول البريكارديا الكافيتي. الدهن تحت السيراس بريكارديام. يعني بين السيراس بريكارديام والهارت في طبقة الدهن سايل خالص. اللي هي اللي انت شايفه ده. يقولوا عليه. ابيكارديا الفات. اللي هو تحت طبقة الايبيكارديام مباشرة تحت الفيسترالير بتاعت السيراس بريكارديام في دهن على سطح القلب. اللي هو طبقة الدهن دي. اللي بيبقى ماشي فيها بقى زي ما شايف في العينها دي. الكوروناري فيسلس الكوروناري ارتري والفينس اللي بتصب فيه الكوروناري سيروس عشان الفات يسمح لهم بالتمدد. اشتركوا في القناة